نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيدا للنفقات لتوجهها لبناء مساجد جديدة وشدد المركز على تحمل الوزارة سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين أو تحميلهم أي عباء أو رسوم مالية فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أي أن كان استخدامها فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها دون أن يحمل ذلك على عداد المسجد مشيرة إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل دون أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد